اهلا بكم في محاضرة النهاردة تحت رعاية شركة ايكوتي جلوبال ماركتز هيكون معيكو اماني ورشيد محللة فنية في مجموعة ايكوتي كل سنة وحضراتكو طيبين بوناسبة 2018 يا رب تبقى سعيدة عليكم تحققوا فيها كل الاهدافكو كل اللي تتمنوه ان شاء الله محاضرة النهاردة هنتكلم فيها عن الانماط السابية الانعكاسية وهنطبق عملية على الرسم البين وازاي نقدر نستفيد من النماذج دي في عمليات التداؤل نحن نحقق الهدف بتاعنا وهو الارباح تمام في البداية تكلمنا قبل كده في محاضرة عن النماذج الفنية بشكل عام قلنا ان النماذج الفنية دي اداة من ادوات السلوك السعري لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة ان النماذج بتعتمد على مبدأ مهم ايه مبدأ ده ان التاريخ بيعيد نفسه النماذج السعرية عبارة عن قيمة موقعين بيكونها السعر وبيكون لها نفس التأثير المتوقع في كل مرة بتحصل فيها بتعتمد على دراسة سلوك ونفسية المستثمرين يعني ببساطة فيه انماط بتتكرر بعدها نفس حركة السعر عشان كده سموها انماط سعرية نفس رد الفعل بيحصل في السوق بعد اما النموذج او النمط ده بيتكون لان السعر بيعكس طبيعتنا البشرية ما بين تردد ما بين خروف ما بين قوة وهكذا فهو ده تعريف الانماط السعرية بشكل بسيط هي نماذج اشكال بتتكون على السعر بيكون لها نفس القصر او الواقع الملموس في كل مرة بتحصل فيها او احتمالات ان هي السعر يتحرك في نفس الاتجاه او النفس اللي هو بيحصل في كل مرة بتبع احتمالات كبيرة جدا عشان كده في ناس ممكن ان هي بتتبع التداول بتتبع فيه النماذج السعرية في المقام الاول طيب بتنقسم النماذج الفنية الى نوعين هي نماذج انعكسية واستمرارية النماذج الانعكسية ودي بتيجي علشان تقول لنا كمتداولين ان الاتجاه الحالي خلاص ابتدى يضعف وان السعر هيبتدي يرتد علينا يعني مثلا لو انا كنت شرية ويظهر نموذج معين نفترض ان هو نموذج انعكسي يبقى انا كده المفروض اخرج من صفقة الشرية واستنى اشارة تأكدية عشان ندخل بها مع الاتجاه الجديد او حتى الحركة التصحيحية دي تنتهي ونبتدي في الاتجاه الجديد تاني نوع وهو النماذج الاستمرارية ودي بتيجي علشان تدعم الاتجاه الحالي للسوق وبتدينا فرصة نلحق بالاتجاه العام وما ندخلش متأخر يعني انا لو فيه يعني فيه نسبة كبيرة جدا من المتدولين خطأ بيقعوا فيه ان هما بيدخلوا مع الاتجاه العام ويقولك انا دخلت مع الاتجاه العام بس الصفقة ده هو بتتوقف الخسرية ليه لان هو دخل في وقت متأخر الصفقة ممكن السعر دلوقتي ابتدى يعمل حركة اصحيحية معاكسة للاتجاه ده فلازم من شروط اللي هو من اهم الشروط عشان نحقق ارباح هي نختار الوقت المناسب فالنماذج الاستمرارية دي بتساعدنا ان احنا نختار ايه الوقت المناسب ده بتقول لنا النموذج ده نموذج استمراري يبقى معنى كده ان السعر بعد ما هيكون النموذج ده هيتحرك في نفس الاتجاه فانت لو عايز تدخل مع الاتجاه العام يبقى ديه وقت مناسب جدا ان انت تدخل عليه احنا النهاردة هنتكلم عن النماذج الانهاكاسية بالتفصيل ولو ربنا اراد ان شاء الله هنشرح النماذج الاستمرارية وتطبيق برضو عملي عليها في المحاضرة الجاية يوم الثلاثة تمام ممكن لو فيه يعني تمام الصوت كويس وانتو معي وممكن تكتبو لي واقم واحد تمام نكمل هنيجي بقى الاول نموذج من النماذج الانهاكاسية وهو نموذج الرأس والكتفين وعكسه بيكون نموذج الرأس والكتفين المقلوب نموذج الرأس والكتفين هنلاقيه هنا على ادينا الشمال وهنا بيجي فيه نهاية اتجاه صعد وبيكون السعر كمة اولى الكمة الاولى دي بنقول عليها او بتتسمى بالكتف الايصر قبل ما يبدأ البائعين يسيطروا تاني على السوق وبيدفعوا السعر الاسفل الى المستوى ده بنقول عليه المستوى ده خط العنق بعد كده بيبتدي استراع ما بين المشترين والبائعين بيتدفع ان المشترين يستحوزوا تاني على السوق ويتكون قمة اعلى من الكمة الاولى ودي بنقول عليها الرأس وبعد كده بيبتدي البائعين يظهروا تاني يبتدوا يتولدوا في السوق بمعنى اصح يدفعوا السوق لخط العنق كده في الايماد يتكون طبعا بنفس الكلام بس هنا المشترين ابتدوا يضعفوا ليه ما يدوش يدفعوا السعر من المستوى ده من خط العنق الى اعلى لحد الرأس لا هم ضعفوا بدليل ان هم كونوا الكمة اقل من الكمة الابلى ده معناه ايه؟ معناه من الناحية النفسية او من ناحية السيكولوجي ان انت خلي بالك المشترين هنا ابتدوا يضعفوا فانت لو داخل مع السعر مع الصفقة او داخل شراء مع الاتجاه السيبي فانتو اخرج دلوقت طيب اتأكد منين ان ده نموذج رأس وكتفين او لما السعر قسر خط العنق هنا بقى عندنا نموذج رأس وكتفين افضل مكان للبيع مع الاتجاه الجزيد هيكون اسفل خط العنق طب لو ما الحقناش والسعر مثلا ساعات لما بيكسر نموذج رأس وكتفين بيكسر قوي بشمعة ممكن ستين سبعين نقطة احنا بنتكلم مثلا على الفريمات المتوسطة زي الساعة والنصف ساعة نلاقي مثلا شمعة مية نقطة او حاجة طب احنا مية نقطة طب يعني ممكن ما نلحقش الصفقة يبقى للأحسن ان احنا ما ندخلش متأخر نستنى لما السعر يعيد اختبار خط العنق وندخل ساعاتها مع الاتجاه التاني اللي هو الجديد اللي هو الاتجاه الهوبط تمام طيب عكس النموذج رأس وكتفين نموذج رأس وكتفين المقلوب وده بيجي فيه نهاية اتجاه صاعد عشان يقولك خلاص كده الاتجاه الحالي ابتدى يضعف وانت من الاحسن انت تدخل شراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام نكمل نتنقل هنا بقى على نقول بوده نبزة سريعة عن تكوين نموذج القمة المزدوجة وقام مزدوج قبل ما نروح نشوفها بشكل عملي على الشارت من الناحية النفسية هنلاقي ان البائعين في نموذج القمة المزدوجة بيحاولوا يسيطروا على السوق لما كانت اصلا اتجاه صعيد يعني المشترين بمعنى اصح هم المسيطرين لا ده هنا ابتدى البائعين بقى بيحاولوا يسيطروا بيعملوا كمة اولى بعد كده بيعملوا من الكمة الاولى بيوصلوا للقاء لكن بيرجع المشترين تاني يحاولوا يثبتوا نفسهم في السوق فبيتغطوا السعر الاعلى بيرفعوا السعر الاعلى بيكون قمة تانية قبل ما خلاص بقى بينتهي قوتهم نهائيا والقوة البائعية بتستحوذ على السوق وبتدفع السعر الاسفل مكونة كمتين نموذج القمة المزدوجة بمعنى اصح هما نشوف هنلاقي ان هوا دول اعلى قمتين اتكونوا على الرسم البياني قدامي عشان كده بنقول قمة المزدوجة والعكس بتاع القمة المزدوجة القاع المزدوج وده بييجي في نهاية اتجاه هابط زي ما احنا شايفين وبيدعم استحواذ الدعم الشرائي على التداولات من جديد ودفع السعر انه هو يعمل اتجاه صعد وممكن بقى الافضل ان احنا نشتري بمجرد اما بيدفع يعني اول اما بيقصر خط العنق ممكن نشتري او نستنى لو ما نحقناش يعيد اختبار وده بدي بقى نسبة كبيرة جدا ان السعر بيعيد اختبار النموذج وممكن نشتري من السعر ده طيب فيه سؤال كيف هيكون النموذج كاذب لانه احيانا برسمه كتير وبيدع بستقر اولا احنا خلينا متفقين ان احنا في سوق بيعتمد على الاحتمالات احنا قلنا في الاول خلص ان هو النماذج ده بتعكس نفسية المتدولين وانا الهدف الاساسي من المحاضر بتاعتنا ان احنا ما نقولش نموذج ده تتول عليه واحد اتنين تلاتة ستوب هدف وخلاص على كده لا ده احنا عايزين نفهم اصلا يعني ايه نموذج في الاخر ده قايم على الاحتمالات او ممكن ان هو يبقى النموذج صحة بس الخبر السعر مهم ايه ان هو يتحرك بشكل مفاجئ عكس الاتجاه اللي احنا حطناه نازم ان ما نيجي نرسمه بنعتمد على حاجات مهمة جدا اولا ان هو انا مجيش على اتجاه عرضي واقول ان فيه نموذج قمة مزدوجة او قايم مزدوجة او رأس وكتفين لا ده هو لازم بيكون فيه اتجاه قابله لازم يكون فيه اتجاه قوي وواضح اه فيه اتجاه صعيد فيه اتجاه غابر وبعد كده ظهر القمتين زي ما قلت دلوقت القمتين القمة مزدوجة مثلا وقايم مزدوجة لو بصينا هنلاقي ان الشرط قدامنا راسم البياني ما بيحصلش فيه غير ان هو دول اعلى قمتين او اقل قاعين تكونوا تمام لازم احط الهدف والسطوب احنا هنا عندنا في نموذج القاع المزدوج مثلا بنقيس المسافة ما بين قط العنق وما بين القاع مثلا هنفطي 30 نقطة يبا هو ده الهدف بتاعي طب الاسطوب احطه فين الاسطوب احطه تحت القاع مجيش برضو انا من الاسباب اللي ممكن تخلي استفقه تدوى بالسطوب مع انه النموذج متكون وصح ويمشي في الاتجاه امحط الاسطوب في مكان غلط مجيش عن دقاع بالزبط في النموذج ده وارح حتى عنده لا انا ممكن اسيب السعر يتحرك يتنفس بمعنى اصح يعني ممكن احطه مثلا تحتها بخمس نقط مثلا بعشر نقط لو انا مثلا بتكلم على هدف كبير زي مئة نقطة مثلا ومئتين نقطة طرطمئة نقطة ممكن مثلا سيب عشر نقط السعر يتحرك ماشي ممكن فيه ناس برضو علشان انت تقلل الاحتمالات فممكن انت تعمل من ناحية اصح لا ما تدخلش قول لما النموذج يتكون استنى لما يعيد اختباره وتبقى تدخل معاه على قلل السطوب هاي بقى قل يعني انت ممكن هنا تحط السطوب تحت خط العنق فتقلل نسبة الخسارة كمية الخسارة كل دي عوامل مهمة جدا لازم كمان احنا نتضرب على الرسم البياني بعانينا ما نجيش عند اول صفقة ندخل فعلا او لما نشوف نموذج قدامنا ندخل لا احنا لازم نتضرب ونشوف ونرجع برسم البياني الوراء تواريخ قديمة ونشوف السعر تطبق عليه ولا لا فيها كمان حاجة ممكن مش كل النماذج بيمشي عليها مش كل الازواق او العمنات بيمشي عليها النموذج في عمنات ما بيكونش احترامها لنموذج كبير طب ده نعرفه منين انت ارجع برسم البياني مثلا هنفتقد ان احنا عند زوج اليورو دولار ارجع بالتاريخ ماشي ولف كده شوية شوف هل السعر بيحترم النموذج لما بيتكون ولا ما بيحترمش ممكن الازواق التقطاعي مثلا ممكن واحد يقول لك كنديين طب انت شوف الكنديين اصلا بيحترم النماذج لما بتتكون مثلا يعني من افترض ولا ما بيحترمهاش مغير كل دي عوامل لازم ناخدها في بالنا بس وحاجة كمان انت بتحب تتداول على انهي اطار زمني ما ينفعش مثلا انت متعود او اكتر طريقة مريحة بالنسبة لك او تحقق منها ارباح الساعة وتيجي بعد كده تطبق على النص ساعة طيب بالنسبة للكميتين لازم يكونوا بنفس المستوى بص هو الرسم اللي قدامنا رسم توضيحي تمام هو طبعا كلما كانوا في نفس المستوى كلما يبقى النموذج ومصداقية اكتر بس ما ينفعش ان انا اجي اخد الموضوع بشكل احنا لما بنيجي نطبق عملي عملا مش في النماذج بس ولا في التحليل الفني بس احنا منكلم على حياتنا اليومية انت لما بتيجي تطبق الكلام بتاع والدروس والتعليم والكلام ده هلاقينا هم بيتطبقش كل حاجة بحسافرها لو فرق كمتين مثلا فرق ما بين الكمة الاولى والتانية مثلا خمس نقط عشر نقط احنا هنشوف عندنا رسم بياني بشكل عملي هنلاقي ان مش كمتين بيبقوا في نفس المستوى ممكن يكون فيه فرق بسيط ما بيكونش نفس الشكل اللي مكتوب قدامنا او نفس الرسم اللي قدامنا بس في النهاية بيبقى واضح ان دي كمة اولى ودي كمة تانية بس مجيش يبقى الرسم مشوهة قوي واقول ده كمة مزدوجة لا بس ممكن يكون فيه فرق نسبي مش كبير بس باين قدامنا ما ينعش ان هو باين قدامنا ان ده كمة مزدوجة مثلا او كمزدوجة او رأس وكتفين ممكن يكون الكتف مثلا الايصر مثلا الكتف قليل شوية عن الكتف الايمن هل ده نقول كده خلاص ده مش نموذج رأس وكتفين لا عادي ممكن مش لازم يعني بس في نفس الوقت ما يكون رسم واضح قدامنا تمام طيب نكمل زي ما قلنا نموذج القمة هي مزدوجة والقاعة المزدوج هنتنيل هنا عن القمة السلسية والقاعة السلسي هنا السعر برضو بيعتبر نفس النموذج بتاع القمة مزدوجة بس بيبقى فيه قمة زيادية مثلا هنا نموذج القمة السلسي هلاقي ان هو نفس نموذج القمة مزدوجة بس الزيادة عليه حاجة واحدة القمة السلسية اللي هي القمة التالتة دي السعر هنا بيكون ثلاث قمة وقعتين يعني قعين وبرضو وبرضو زي ما بنقول ان في اغلب النماذج الانعكاسية بيحصل صراع ما بين القوة الشرائية والبايعية هي اللي بتخلي يكون قمة اولة وقعة اول وقمة تانية وقعة تانية وقمة تلتة لحد ما بييجي في الاخر المشترين البايعين هو لانه اتجاه صعيد فييجي هنا عند القمة التالتة البايعين خلاص بقى يحزموا قوتهم وبيدفعوا السعر الاسفل بيكسر خط العنق ده خط العنق برضو بيكسروا وبيدفعوا لتحت ممكن السعر يعيد اخطب اول زي بتكون للا ملحيش الصفقة في اول مرة ممكن يلحقها في تانية مرة نموذج الوضط الصعيد ونموذج الوضط الهوبط في الحقيقة النموذج ده معقد شوية مقدرش يقول نموذج ده نموذج نعكاسي بس ومقدرش يقول نموذج السميري بس لان النموذج الوضط الصعيد والوضط الهوبط ده بييجي فيه كنموذج استميري وكنموذج نعكاسي زي ما احنا شايفين هنا ممكن هنا مسلا نموذج استميري بس يعني هو هنا جاي نموذج استميري بس ممكن السعر ييجي من النحية دي ماشي هنا برضو كذلك هو نموذج برضو استميري هنا بس ممكن استعر بدلا ما هو ده الوضط الهوبط ممكن استعر بدلا ما هو جاي من هنا لأ ده ممكن بقى ييجي من تحت هنا ماشي باختصار عشان نبصت الموضوع هو نموذج نموذج استميري طب احنا ازاي نتدول عليه طب هو احنا نعرف من باختصار عشان موضوع يبقى سهل وبسيط بالنسبة لنا لو بصينا هنا على الوطط الصعد هنلاقي ان هو بيدعم الهبوط مهما كان الاتجاه اللي قابله ايه الوطط الصعد ده لو بصينا هنلاقي ان هو عبارة عن حركة صعدة خفيفة بتشير الى ضعف المشترين وبتدينا اشارة مبكرة على ارتدات السعر ازاي يعني ايه الدليل الدليل على كده ان السعر بيكون كمم وقيعين صعدة اوكي ده اتجاه هو صعد بدليل ان بكمم اه صعدة وقيعين صعدة بس لو خدنا بالنا هنلاقي ان كل مرة القمم السعر بيدي الحركة السعرية بتدي شايفين هنا ابتدى من فين بس انتهى على فين الفرق ما بين الحد العلوي والحد السفلي ده الحد العلوي ده الحد السفلي الفرق ما بين الحدين هنا لو نفترض مثلا 20 نقطة فهنلاقي الفرق في اول النموذج 60 نقطة مثلا يعني ده بقول افترضات ماشي فده دليل على ان الحركة السعادة بتقل ضعيفة يبقى دليل على ايه ان المشترين خلاص ما رقوش قادرين يكملوا في السوق وده بيدل بشكل بسيط على ان خلاص الكرة البيعية هتبتدي تسيطر على السوق العكس هنا في نموذج الوضط الهبط عندنا النموذج هنا بيدعم الهبوط ليه لانه عبارة عن بيكون حركة هابطة خفيفة ضعيفة بتعكس ضعف الكرة البيعية وبتكون اشارة مبكرة على السود لان السر هنا بيكون كما موقعين هبطة بتكون اضعف من اللي قبلها يعني ايه بخلاص كده المبيعين خلاص ابتدوا قوتهم تضعف المشتبين ابتدوا يستحوزوا على السوق من جديد تمام في بقى حد عنده اسئلة قبل ما نروح بشكل عاملي احنا النهارده هنتبق عملي على نموذج النماذج اللي هي الراقص والكتفين الراقص والكتفين المقلوب القمة المزدوجة القعة المزدوجة الكمة السلسية وقع السلسي والوطط الصعد والوطط الهبط احنا باختصار اتكلمنا عن تعريف كل واحد منهم ايه النفسية بتاعتهم قبل ما نتنايل على التطبيق العملي حد عنده استفسار في الموضوع ده طيب تمام ممكن اتكلمنا اتكلمنا لأ ما ينفعش أقولك خالص هو على حسب أنت مثلا بتحب تتداول على أني قطاع زمني أنت على الأربع ساعة على الساعة على نوص ساعة كل واحد على حسب ما بيحب يتداول أولا استراتيجية التداول بتنفع معاه يبقى في الوقت ده إحنا تمام خلاص أنت متعود تشتغل على الأربع ساعة هتلاقي نماذج على الأربع ساعة وبتبقى فعالة جدا وبتحقق منها أرباحل وجدا بتتدول على دقيقة هتلاقي بتتدول على خمس دقيقة هتلاقي كل إطار زمني أو كل فريم ممكن تحقق منه أرباح باستخدام النماذج السرية من غير ما نقول أصلا ده أحسن في أنهي إطار أو أنهي أنهي فريم تمام طيب في عندنا لو إحنا أخذنا بنا إحنا كان في الكندي يانا على الأربع ساعات وده الكلام ده كان في نص ديسمبر اللي فات فيه هنلاقي أنه كان كان اتجاه عندي اتجاه صاعد والاتجاه الصاعد ده كان اتجاه صاعد يعني هو واضح اتجاه عندي اتجاه صاعد بقاله فاطر بيبا تمام لحد ده ما وصل هنا كون قمة أولى زي ما شوفنا المشتبين فضلوا في السوق كون قمة أولى وبعد كده نزل واحد البيانة لو إحنا الأستاذة اللي كان بيسألني هو ينفع اللي لازم يكون القمم متساوية أو قيعان متساوية ده مش لازم بدليل هو زي ما حضرتك شايف إحنا مثلا عندنا حجم الكتف الأيمن مش نفس الحجم بتاع الكتف أو مش في نفس المستوى ده الشكل بقى اللي هو ده الشكل العملي بقى ماش هتلاقي أو بنسبة مثلا 80-90% مش هتلاقي النموذج متكون زي مكتوب في الكتاب بالضبط أو زي هو الشكل التوضيحي بتاعه ولا هيبقى مطبع على الرسم البياني بنلاقي إن الموضوع ممكن مش بيبان قوي عشان كده لازم إحنا نتضرب كل يوم نعمل حسابنا نقص السوق أنا هعمل مثلا نص ساعة أحاول أطلع فيهم نماذج أنا مثلا هنا رجعت لحد ما وصلت لديسمبر ممكن أنت رجعت لحد ما توصل 2016-2015 على حسب أنت عايز توصل فيه ليك؟ الهدف من ده أن أنت تعود عينك على استكشاف النماذج تكشافها في الوقت بتاعها عشان أنت ممكن نموذج دلوقتي متكون بس وهو هنا لو خدنا بنا ممكن لا هم مش متكون فأنت هتقدر تستكشف النماذج دي ولا لأ هتستكشفها زي وتستنتجها في وقت مبكر عشان تلحق الصفقة من أولها أن أنت تدرب نفسك دايما على الموضوع ده في عندي هنا السعر كون ده الكتف الأيسر بعد كده كون الرأس وبعد كده كون الكتف الأيمن هنا خلاص بقى البائعين يستحوزوا على السوق حتى لو خدنا بالنا هنلاقي عدد الشموع الصادة هنا قليلة جدا لو خدنا بالنا هنا هنلاقي عدد الشموع الصادة كتير هنا عدد الشموع الصادة كتير هنا عدد الشموع لا ده هنا بقى يبدو يضعف جدا عدد الشموع الصادة قليلة جدا فخلاص يبقى ده إيشارة ولو أنا مثلا هنا خلي بالك لو كسر المستوى ده أنا كده بقى سمخط العنق لو كسر المستوى ده ادخل بيها خلاص ادخل بيها وضبط نفسك احنا في الراس والكتفين بنحط الهدف بنقيس المسافة عندي هنا مثلا هقيس المسافة ما بين الخط العنق وما بين الكتف. فهقيس المسافة زين هي عندي هنا 125 نقطة. بعد كده اولا ما السعب يكسر هحط الهدف ازاي هقيس الفرق ما بين خط العنق وما هنا. فهو مفروض 125 نقطة بس هو وصل ل120 نقطة. وابتدى السعب يرتدي. طيب. اه في حاجة. وهنا برضو ما ينفعش اقول استعمل مثلا الفرق ما بين خط العنق والكمة اه والكتف والرأس 125 نقطة اروح حط الهدف عندي 125 نقطة بالزبط. او احط مثلا عندي 130 نقطة. اقول ايه ده قصة السعب هيعديه. لأ انا لازم ادي للسعب ساحة ان هو ما ينعكس عليه. ما بدايا ما ينفعش احط الستوب هنا. واقول اصده ده فوق كمة على طول. لأ انا ممكن احط الستوب هنا. يعني مثلا ممكن اجي هنا وحط الستوب هنا. عشان قدم ساحة لو السعب انعكس عليها. وطلعتين يوصل لحد فين. ممكن احط الستوب هنا. ماشي. بس في نفس الوقت. لما احط الطارجت او الهدف ما احطوش مئة 25 نقطة. لأ ممكن احطوا مئة وعشرة. ممكن احطوا مئة وعشرة. ممكن احطوا مئة وعشرة. يعني ايه قدم ساحة السوء كده حلو يا جماعة. ممكن لو الصوت مظبوط نكمل تدوسه وقم واحد عشان نكمل طيب طيب تمام تمام نكمل بس فهي الفكرة ان احنا عندنا هنا احنا حطينا مثلا انا لو دخل انا كمتداول دخلها هبية فمش هحط الاستقيمة انا است هنا من هنا لها لقيت ان هو مية خمسة عشر نقطة مش هحط التوجب بتاعة مية خمسة عشر لأسيب فرصة نستعب يتحرك باعته فممكن نحط مية عشر مية خمسة عشر المهم ان نستعب هنا وصل لمية عشر نقطة وصل للهدف بتاعه هل انعكس ما انعكس فده دليل ان هو لا نموذج راسه كتفين زي ما احنا شايفين هو باين عندنا ومن النماذج القوية جدا الى لما بتحصل نادرا لما السعب ينعكس هو من النماذج فعلا السعب يحترمها فيه ده مثال على نموذج مثلا الراس وكتفين طيب لو جينا هنا على كنندي فرانك على اليوم بصوا هنلاقي ان هنا بقى ايه واخد مساحته بصوا هنا عندنا اتجاه هابط ماشي وصل لكل ده هبوط بعد كده ابتدى بقى المشترين يظهروا واحدة عملوا الكتف الايصر وصلوا لخط العنق نقال سعر هابط تاني لحد ما وصل ليه العمل الراس بعد كده عمل الكتف الايمن طيب لو قسنا المسافة اولا ما السعب بصوا لو قردنا بالنا اهو اهو مثلا مثلا الكتف الايمن مش 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 كمة واحدة لا ده ممكن يكون هو تكون اهو الشموع جنب بعض بس بشكل عام لو احنا جبنا السعب هنا ما عرفش الشكل باين عندوكو ولا لا اه لو جبنا على البسم البياني هنا هنلاقي ان اهو هنلاقي ان اهو دي كمه اولى دي الكتف الايصر ده الراس ده الكتف الايمن هو قسنا عندوكو واضحة تمام اهو فاحنا شايفين اهو عشان برضو اهو في حاجة اهو لو احنا عايزين ان نستخدم اداية تساعدنا ان احنا نستكشف يعني مثلا انا عندي نموذك اهو بس هو اه انا عايز اتأكد هو النموذك ده اهو رأسه كتفين مثلا ولا لا اه ممكن استعين بيه بل هو الرسم باين الخط ده اهو ان شاءت ده بيساعدنا ان هو بيكون لنا الصورة بشكل بسيط وسهل جدا فانا دلوقتي عندي اهو عما جيت نقلت من الشموع من رسم الشموع اليابانية ليه الرسم الخطس فانا انا عايزين ان هو واضح ده اهو كتف باين ده رأس باين ده كتف التاني باين واضح ماشي ممكن لو دخلت اشتريت من هنا اه انا لو قسم مسافة من هنا الهنا احنا بنقسم مسافة ما بين خط العنق والرأس عندي هنا تلتمية تسعة وعبعين او تلتمية وعربعين ماشي فانا هحط الهدف ايه بقولنا بقى مش هنحط تلتمية وعربعين لا احنا ممكن مسلا نحط الهدف تلتمية وتلاتين تلتمية وعشرين اسيب السعب يتحرك ماشي الوقف الخسارة هحطه هنا ما حطوش هنا ما اسيبش المسافة اوي كده ممكن اقلله شوية هو فرق عشر عشر خمستاشر نقطة ومسلا على الاطار الزمني اليوم ممكن مسلا نسيبه خمستاشر نقطة مسلا نسيبه سعر يتحرك ما نلزقهوش فيه القمة او القاع طيب وصل السعر ليه تلتمية وعبعين نقطة بالزبط لا ده كمان كمل لو خدنا بالنا كمل كمان بس احنا مش عايزين يعني هو وصل هنا للتارجت بس احنا مش عايزين يعني هو كان واضح ان هو نموذج قوي حتى لو خدنا بالنا هنلاقي ان هو شكله يعني باين او ان هو نموذج قائق بأس وكتفين مقلوب بشكل يعني اي حد مش هختلف ان هذا نموذج قائق بأس وكتفين خلاص ده هيدن شولدرز تمام؟ السعر يوصل وعداه كمان يبقى كده ده تطبيق بسيط جدا على نموذج القاع وكتفين المقلوب طيب فيه عندنا هنا بقى على النفط فاكرين قصة النفط من 2016 لما وصلت لأدنى مستوياتها ستة وعشرين دولار للباميل تمانية وعشرين دولار معلاش وده اللي خلى منظمة الاوبكت تبتزي تقلل انتاجها تحد الأول من انتاج توقفوا بعد كده تجميل الانتاج وبعد كده لأقللت الانتاج لما لاقيتش في فيط طيب ده من الناحية الاقتصادية ساعد على ارتفاع النفط طيب من الناحية الفنية بقى وانت كمان الرسم البياني كان بيقولك خلي بالك لو انت ما بتهتقي او لو انت ما مش بتتابع الأخبار الاقتصادية بشكل كبير فلا خلي بالك السعر هيطلع من الناحية الفنية بعيدا عن الاجراءات اللي اتخذتها الدول علشان خاطر تدعم اصعار النفط او تدعم الارتفاع ازاي بقى لو احنا بصنا على الإبطار الأسبوع لقينا ان استعمل عمل اقل كار لما كان وصل لـ 28 دولار للبرمين ساعتها ده كان بقى الرقص تمام؟ جينا حيازي بقى بصوا عمل ايه؟ عمل كار تاني ده بقى الكتف الايصر ده بقى الرقص ده بقى الكتف الايمن خلاص احنا كده عندنا يا جماعة نموذج رقص وكتفين خلاص كده باين جدا قدامنا هنعمل ايه؟ هندخل نشتري طيب نشوف بقى اللي حصل هو فعلا طلع يعني ده فعلا اللي حصل استعبه طلع ومكمل طلوع وممكن يوصل للهدف بتاعه لو احنا ازنا المسافة من هنا الهنا يعني لسه النفط قدامه ومش فوق طويل وفعلا لو خدنا بالنا من الناحية الاقتصادية لو ترجمنا ده هو قاموا نظمة الاوبت بتعلن ان هو فعلا النفط بقى قليل اللي بيقلله كميات الانتاج فده بيدعم الاسعار ولسه كانوا بيقولوا ان هما ممكن كمان يمدوها لفترات بعد كده او ان هما يبقوها تانية او يشوفوا اجواءات تانية خلاص كده احنا قلنا انهم من الناحية الاقتصادية النفط طالع لو المنظمة الاوبتك فضلت على سياستها ومن الناحية الفنية النفط هيطلع بعد كده ليه؟ علشان خاطر قدامنا نموذج الرأس والكتفين المقلوب اللي بيجي فيه نهاية الاتجاه الهابط وبيدعم الصوت تمام كده؟ يعني يا بخت من الاستنتج النموذج الرأس والكتفين ده في اول 2017 فعلا بحك بيها جدا هو ده اللي كنا بنقول عليه حد عنده استفسار في الموضوع ده حد عنده اسئلة حد عايز شرح له حاجة تانية مش مفهومة بالنسبة له ممكن لو تمام تضغطوا كام واحد العفو يا استاذ احمد بس ان نطلع النهاردة واحنا يعني ايه؟ فاهمين بعيدا عن ان احنا هنطبق بشكل عملي على حسباتنا بس احنا فاهمين يعني ايه اصلا نمازج فنية وزي هي بت يعني ان احنا نستخدمها ما نجيش مثلا عشان انا مثلا او اي حد قالوكو ان النموذج ده بيدعم مش عافة صعود فندخل نشتبه ونحط التارجت ونحط الاسطوب اهم حاجة نفهم سيكولوجية النموذج وازاي نقدم نوظفها بشكل سريم حسنا Eg نتنقل هنا على نموذج Producer من الزواج لا اك속 الناموذج كان فيه نموذج كثير جدا خاصة النماذج الكومو مزوجة وقاعة مزوجة في الفترة الأخيرة فعلا كان مليان نماذج من اليور دولار طيب كان فيه حد كان بيسألني بيقولي في نفس المستوى لا لا طيب أهو ده 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 المستوى بتاع القاعة الأول مشي ده المستوى بتاع القاعة الثاني فرق كم نقطة فرق خمس نقطة زي ما احنا قلت هل ده يمنعه انه هو نقول عليه ان ده قاعة مزوجة لا طبعا هو ده نموزة بقاعة مزوجة دائما هو مش فرق نقطة كتير بس تمام هو باين من قد من بره ده اتجاه هابط ابتدى اتجاه هابط اتجاه هابط لحد ما هو عمل استعار قاعة أول كل ده انا برسه يا اما في بيع لو انا باين تمام عمل قاعة أول وصل لحد خط العنق خط العنق ده صادف برضو ان هو كان اقل سرف قبل كده خط العنق حصل برضو لو خدنا بالنا بقى وبنجمع بقى هي ايه التحليل الادوات التحليل الفني مع بعض هنلاقي ان الناس اللي بتابع يعني او بتعرف اشكال الشموع ده عندنا نموزج الشهاب او نموزج الشوت ستور وده بيجي فيه نهاية اشتركوا في القناة هو ان نتمع بقى دعم اتكون عند نموزج شموى يابانية نموزج المطاقة اتكون عند مستوى دام و contacts فيه قمة قبل كده يبقى خلاص يبقى ده واضح كده ان قبل ما استعري يكسر او يختارك خط العنق واضح كده ان سعر يعمل خط العنق تمام يعني هيكسره فعندي هنا نموذج القاع المستوى خلاص كده ممكن اولا ما استعر يكسر يعني انا ممكن ادخل شبه من النموذج من المستوى ده اولا ما استعر يقفل اعلى النموذج فيه برضو حاجة مهمة جدا اللي كان اللي بيسألني طب هو ازاي اتأكد ان ده نموذج سليم مش كاذب طيب انا ممكن اتأكد من حاجة برضو من الادوات اللي احنا ممكن نتأكد منها ان احنا نستنى شمعة الاغلاق لازم نستنى شمعة تغلق اعلى خط العنق عشان نقدر نقول ان ده نموذج ونستعر هيطلع ما ينفعش من هنا اقول ان ده نموذج هو انا متوقعة ومترقبة ان هو يخترب بس لازم اتأكد استنى الاول اولا ما استعر اغلق هنا هتبقى دي نقطة الدخول بتاعتي طيب انا ملحقتش وجلقيت السعر هنا هل ادخل لا انا ممكن استنى يعيد اختبار وادخل تاني طيب هو فعلا السعر اقعد اختبار اهو يبقى ممكن بقى ادخل من هنا احط الهدف فين ايس المسافة ما بين الكمة وكا مثلا هنا تمانية وابعين نقطة سبعة وابعين نقطة وهكذا ممكن نقيس المسافة ما بين دي ودي نحط تمانية وابعين طيب هل بقى خلاص احنا كده احفظنا بقى هل بقى نحط الهدف تمانية وابعين نقطة لأ احنا نستنى ممكن بزها نحط Carlos Trello خلاص كده احطنا الهدف في تاني نقطة بعدين نستوي ووصله وكمل زي ما احنا شايفين طولها كمان بعدها بقى بعوا 30 نقطة لكن احنا نبحثوا حشان نبقى في الشاطة او في اللي هو الجانب الامان خلينا الاول نحط اه احط اه نقى اه اه لا اه تاني نقطة وخلاص على كده او للعبعين نقطة طيب الاسطوب أحطه فين؟ أحطه تحت الـK بخمس ستة نقط ويبقى كده تمام زي الفل يبقى احنا كده عندنا عملنا صفقة حية عندي دخلنا فين؟ شروط الدخول دخلنا من نقطة الدخول يا إيمة من المستوى دي إما استنى عيد الاختبار حطينا الهدف عند المستوى ده حطينا الخصوة بتحت المستوى ده بخمس نقط وقال حجة خلاص كده تمام استوى توضح تمام نكمل طيب ايه النموذج ده زي ما احنا شايفين؟ نموذج اهو كمه أولى كمه تانية خلاص كده بقى عندنا القمه المزدوجة طيب ايه برضو اهو لو خدنا بالنا الكمه الأولى عند المستوى ده لكن الكمه التانية عالية شوية عنها بفرق كم نقطة فحوالي هنا كمان بمية وتلاتين نقطة ليه لان احنا على القطبع متن اليوم بس بشكل عام مش بتفق يعني مثلا لو عندي خمس نقط على فرق خمس نقط ما بين الكمه الأولى وكمه تانية على قطب مثلا الساعة او النصر ساعة فما متفاجهش او او اخاف لما ليه مثلا فرق مية وتلاتين نقطة ومية نقطة على اليوم لانه بشكل عام باين اهو ده نموذج ده القمه الأولى وده قمه التانية باينة جدا ان ده نموذج كمه الموذج طيب هو جاي فيه اتجاه هوبس زي ما احنا شايفين عمل الكمه الأولى وعكا عمل الكمه التانية الساعر وصل لهنا استنى يغلق تحت خط البسو وهنا ده خط العنق تمام؟ استنى يغلق تحت خط العنق طيب لو خدنا بالنا وقربنا انه يغلق في الشمعة دي يبقى ايه دي نقطة الدخول بتاعتي طيب انا دخلت استعبع عادية تزبسط مدام انا حتى وقف خسارة خلاص انا ما خافش وفعنا نستعبع عادية تزبسط بشوية قبل ما ايه ينزل ويوصل للهدف بتاعي هل من الممكن ان احنا فيه سؤال هل ممكن ان احنا نرى القمه الاولى فقط ان نعتبر هذه بداية النموذج بص هو يعني بص استاذ فارس هو حضرتك ايه احنا بنرائب تمام الشرط وبنرائب برسمة بيني بس ما ينفعش هاجي اقول اصلا اولا ما يعمل القمه دي يبقى ده نموذج لا هو انا رائب لان فيه احتمال بنسبة 90% انا بيني وبين نفسي انا كم متداول دلوقت انا اولا ما شفت القمه الاولى وابتدى ينزل ويطلع تاني مسعنا مسعنا وصل لحد ده كأن الوابع ده مش موجود وصل لحد هنا هل ممكن اقول ان ده نموذج ماشى ممكن نقول بس هل هنا نتداول عليه لا طبعا لازم نستنى اغلاق شمعة تحت خط العنق المكسور لازم استنى يبقى دي شروط الدخول ما ينفعش لان ممكن لو احنا شفنا مسال قدامنا دلوقت ان السعر كمل وصل للقمه الاولى ونزل تاني وكما عمل نموذج الكمه المزدوجة فمش دي كل الحالات اللي بتحصل لا ده ممكن بيفضل مكمل السعر وبيطلع عادي يعني مفيش مشكلة وبنقول ان ده مثلا نموذج بس وكتفين بس بيطلع كذب زي الاستاذ اللي كان بيشحق يعني بيس قالنا قبل كده هو نعفلين ان ده نموذج كذب ولا لا خلاص ما ينفعش ان احنا بقى ندخل في الريسك ان ده نموذج وانا مش نموذج احنا كل هدفنا ايه بقى ان احنا كمتداول بندور على افضل منطقة للدخول طيب افضل منطقة للدخول هتحصل ازاي لو احنا مش بنائب الرسم البياني يبقى انت كمتداول بينك وبين نفسك او لا ده بس ده واضح كده ان انا لو عندي السعر هنا واقف هنا ولسه متحركش لسه مكونش اللي بعضه فانا بيجي اقول ان ده احتمال اه بني وبين نفسي انا احتمال لي اماني اه السعر يكون نموذج كمه مصدوق فانا هرائب وهعمل الخط ده هرسمه لو مش مرسوم هرسمه او لما السعر يكسر ادخل لكن انا هرائب ليه او انا بتوقع ليه علشان خاطر اه لا اولا ما يكسر ادخل على طول اه يا طبعا يعني اللي انا حاولت اوصله لك وصل تمام احنا كنت بقولكم من فترة يعني من شوية ان اليورو دولار يا جماعة كان علينا مازج الفترة اللي فاتت دي بشكل كبير جدا احنا لو بصينا وهو ده مسال حي ويا باب يكون حد دخله فعلا واستفاد منه ده نموذج اليورو دولار على الاطار السعر كسر السعر اليوم امبارح امبارح بالليل السعر كسر نموذج كمه المزدوجة وننزل اه فانا لو كنت داخل من النهار ده الصبح بيع انا كده يعني حقارتي كم نقطة تنتين وتسعين نقطة في يوم فيعني ده اهمية النماذج اه بتحقق حتى لو احنا مسعى اطار الساعة احنا حققنا كده تلاتة وتسعين نقطة في يوم شكرا خلاص لو احنا بندخل صفقة في اليوم يبقى انا كده صفقة زي تماما طيب ادخلها بقى بقلب الجامعة ليه لان انا شفت هنا كمه اولى وبعد كده عمل قاة بعد كده عمل كمه التانية الكمه التانية لو خدنا بالنا هي مش كمه هي عبارة عن مجموعة شموعة جنب بعض لو خدنا بالنا ممكن نقول ان كل دي اهي دي كلها قمه دي كمه اولى ودي كمه تانية اهو يعني مش لازم الشكل يبقى بحزافيره لا هو فيه فيه بانطبق بشكل عملي هنلاقي ان الرسومات شكلها مختلف شوية بس احنا استنتجنا ده بكل سهول اهو دي كمه الاولى دقع القمه التانية جي السعر قصر طبعا شمعة الاغلاق كانت هنا فرق كم نقطة فرق بعطشرة نقطة ممكن انا ادخل اه بيع من هنا او ممكن واحد تانية يعني خايف شوية يقولك هستنى السعر يعيد اختبار طيب السعر عاد اختبار نزل لحد هنا فعلا هو السعر طلع عاد اختبار نموذج كمه ومزدوجه ونزل ووصل لحد هنا يبقى دي شمعة الدخول يبقى اما هدخل من هنا اما هدخل من هنا احط الهدف فين احطه على المستوى بالشوية طيب احط التوجد فين اقيس هنا واحد وتمانين نقطة الفرق ما بين الكمه وكا كان ستة وتمانين نقطة يعني مفروض كان الهدف بتاعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ممكن اللي عنده مشكلة في السوطس يضغط واكم واحد في صوت كده تمام تمام في صوت نكمل بس فدي موضوع باختصار نحط 80 نقطة 85 نقطة بتاع ليه منقللش الهدف قوي علشان خاطر ما يكونش فيه جامة بين الوقف الخسارة يبقى اكبر من الهدف بتاعنا لازم يبقى وقف الخسارة قد الهدف ده يعني نسبة واحد الى واحد في النماذج الاناكاسية لان النماذج الاناكاسية مشكلتها ان الوقف الخسارة تحتها بيكون كبير يأما نستنى اعادة الاختبار ونحط الانستوب على هنا في النموذج هنا ممكن نحط الانستوب هنا لو واحدنا دخلنا بعد اعادة الاختبار تمام بس والسعب وصد ويبقت من دخل النهاردة وعمل 90 نقطة في يوم أو 80 نقطة في يوم ده كان مثال حي على اليورو دولار النهاردة عشان كيف اقول اليورو دولار كان من النماذج اللي كانت في الفترة اللي فاتت فيه نماذج كتير حلوة يعني اللي عايز يتضرب افتح نماذج شارط اليورو دولار هتلاقي فيه نماذج كتير هنا عندنا على الاسترالي نيوزلندي زي ما احنا شايفين ده الكومة الاولى ده الكومة التانية ده الكومة التالتة خلاص كده او لما كومة التالتة السعر الكسر خط العنق دي سعر الاغلاق الوحيدة اللي اغلاقت دي اول شمعة اغلاقت تحت خط العنق يبقى ده نقطة الدخول من هنا يقام من هنا تمام؟ ده الهدف ده الوقف الخسارة نقيس المسافة ما بين الكومة والكومة اللي هي مثلا ان هي تلتمية تلاتة واربعين نقطة لكن السعر نزل لخمسمية خمسة وسبعين نقطة طبعا مش هناخدهم كلهم يعني من خلينا نتكلم بشكل عملي اكيد مش هنستنى خمسمية نقطة كلهم احنا ممكن نستفاد وناخد تلتمية نقطة منهم ده هدف النموذج طيب في عندنا هنا قاعة سلاسية دي القاعة الاول وده القاعة التانية وده القاعة التالت لو خدنا بالنا وقفضوا من الناحية السلوك السعر اكتر هنلاقي ان هنا كون شمعة نموذج مطرقة او همر وهنا همر يبقى هنا بيقول لك لو الاتجاه هوبط وكون ثلاث قمم يبقى خلاص كده واضح كده وقمم اللي كونها بتكون عندنا ماذج شمعة يبنية قوية نموذج قوي النموذج ده نموذج مثالي لو خدنا بالنا جسم صغير ودل طويل يعني نموذج مثالي جدا ليه نموذج المطاقة خلاص كده المشترين المستحوذين بدليل لو خدنا بالنا بعد ما استعر كون النموذج وابتد من القاعة التالت شوفوا السبب طلع زي يعني ملحقش طلع هوا دي بقى لو ملحقناش خلاص يبقى ما عادش اختبار ولا عمل حاجة تمام طيب اهو ده بقى نموذج الوطط السعلي زي ما قلنا ملناش دعوة بشكل عشان نبسط على نفسنا كمتدولين ما نبصش على الاتجاه اللي قبل النموذج ما نبص على النموذج نفسه ده كان نموذج على الاستوالي دولار ده حصل اليومين اللي فاتوا دول وده انا كنت متوقعا السعب فعلا هينزل واضح كده هو مكون نموذج الوطط السعيد ده نموذج يعني باين جدا نموذج الوطط السعيد زي جماعة بيدعم الهبوط يبقى الوطط السعيد بيدعم الهبوط الوطط الغابط بيدعم الصعود ليه لان الوطط السعيد بتكون في حركة المشترين قليلة جدا فيه يعني فيه قوة بيعية المستحوزة طيب هنا عندي اولا ما السعر قسر كان ممكن ادخل من الشمعة دي بيع او ممكن كنت استنى نزل شوية وطلع تاني اعاد اختبار النموذج وبصه نزل فين خلاص كده ووصل لي احنا هنا لو بصينا الهدف بنحطه زي بين إيس بين الكمة الاولى وقاع الاول هنا عندي 40 نقطة ما بين هنا وهنا 42 نقطة يعني انا لو كنت دخلة انا الصفقة زي حققت النهضة وصلت للهدف النهضة يبا احنا كان عندنا كده صفقتين لو احنا كنا بنتداول بالنماذج صفقتين دول كانوا حصلوا النهار دا وصلنا للهدف اليو دولار والاستوالي دولار تمام فخلاص كده وصل لي الهدف بتاعه بنقيس زي بنقيس الهدف بنقيس الفرما بين الكمة الاولى وقاع الاول وبنحطهم وطبعا بنحط الواف الخسارة على القمة الاخيرة اهي هنا تمام لو ما رحيتش ادخل بيها باستنى لما استعرى يعد اختبار طيب ده نموذج الوتد الهوبط وزي ما قلنا الوتد الهوبط بيدعم الصعود بنقيس الفرق او لما شفنا الوتده بنقيس او لما قصر هنا خلاص احنا هكده يعني ندخل شبا بنقيس الفرما بين القمة الاولى والقاع الاول هلاي منهم 35 نقطة ممكن نحط الهدف فين؟ حطوا مثلا 30 نقطة مثلا طيب السعر وصل ل 30 نقطة كده وصل ل 30 نقطة لا ده كمان نكمل ل 42 نقطة بس احنا مش هناخد اكيد يعني خلينا عمليين اكتر مش هناخد ال 40 نقطة نحن ممكن ناخد 30 نقطة الـ 30 نقطة ماشي هو خلي بالك ان هو على اقترب ربع ساعة فمكيش تقول النموذج قليل فيه ناس بتتداول اللي هما الاسكالبنج او متداولين سريعي المدى قصيب المدى فبالنسبة له 30 نقطة دول زي الفل تمام ده كان نموذج الوثد الهبط طيب في عندي بقى حاجة اخيرة لسه حصلة النهاردة برضو عندنا هنا الاسكالبنج يقين على الساعة النهاردة اعمل قمة اولى وعمل قمة تانية والسعر نزل للهدف خلاص بينا جدا دي كمه الاولى بينا كده معاكم يا جماعة دي كمه الاولى ودي كمه التانية وبصوا السعر او لما نزل نزل ازاي كان فيه نحن عنده استفسار نفهمه مع بعض نفهمه معاكم يا جماعة نفهمه معاكم يا جماعة نفهمه معاكم يا جماعة بالهدف فين يعني يا بيت نقدر نتضرب على الكلام ده لحد اما قابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الثلاثة الجاي هنشرح فيها بقى النماذج الاستمرارية والتطبيق العاملية ما عملنا كده النهاردة أستاذ أحمد باوند دولار يعني أنا أفتح شرط الباوند دولار ولا اشتركوا في القناة ايه نزلت ايه لأ واضح كده ان فيها حاجة فدي مش من الصفقات اللي أنا ممكن أدخلها فبرضو مش كل نموذج يتكون قدامنا اقول خلاص يبقى كده تمام هو ده النموذج وبتنتشتغل عليه لأ أنا ممكن لو نموذج مش شايفان هو مش قوي لأ ما أدخلهش أحسن صفقة ضائعة أحسن من عشر خسارة فكده تمام يعني هو مثلا أنا أقولك أنا من ناحية كأماني مش هدخل دي بس بتاعت اليو الدولار وكنت هدخلها بتاعت الاستوالي دولار وكنت هدخلها النهار بتاعت الاستفليني مش قوي قوي مش دي اللي أنا هدخل تمام أه أستاذ أحمد الاستفليني دولار في نمازك ولا لا طب خلاص احنا ممكن في السابية كده نشوف نجيب الاستفليني ونشوفه قدامنا فيه ولا لا أوكي طيب هو فعلا فيه ما بص لو خدنا بالنا من هنا على هنا أهو وطده أعمل ده واحد اتنين تلاتة اربعة كسر السعر أهو من غير أي حاجة فتحنا مع بعض قدامنا شوفنا ده نموذج هو تتصعد النموذج عالفك كمان حلو جدا طب في حاجة كمان ده نموذج ممكن أقول ان ده على فكه نموذج كمه سلسية غير وطد الصعيد يعني بصوا لو أنا مثلا نجينا هنا ده واحد نجيب السم الثاني عشان نبقى متخيل مع بعض ده الثاني ده الثالث اهو مش ده كمه سلسية طب تمام يعني نموذج يعني ده وطد صعيد فيه ناس ممكن تشوف وطد صعيد وفيه ناس ممكن تشوف كمه سلسية طيب هل ده ما يشجع يعني ش ان انا ادخل ابيع الستفليني دولار دلوقتي في ممكن وايه ودخل اهو دلوقتي دخلنا هنا بيع لو انت ملحيتش عد اختبار نزل تاني خلص كده زي الفل انت لو كنت داخل من هنا انت كده لحد دلوقتي السعر معاك 14 نقط طيب شوفت باعه هو ساز احمد انت اخد بالك بس ومتكون نموذجين في سعر واحد هل ده ما يشجعناش ان احنا ندخل نبيع ونحط الهدف هنا وقف الخسارة هنا ونقيس الفرق ما بين هنا وهنا في 70 نقطة يعني ممكن نحط الهدف 70 نقطة برضو هنا لو قسنا هنا هنا 50 نقطة يبقى احسن احنا نحط الهدف 50 نقطة وال stop 50 وخلاص او ده نموذج طيب يا ريت كنت قلت على الاستباليني دولار من الاول طيب فيه حد عنده اسئلة تانية ده انا ليه ليه لقطة النموذج في وقت خصير جدا لان انا عناية متعودة اطلع نماذج متضربة على ده فانا مش هينفى اجي نشوف الناس يعني مثلا ما يفعش اجي اقول ده فيه واحد بيقول ان في نموذج على كذا فانا هدخل ابيع وهدخل اشتبي لأ انت اتضرب بنفسك خلي عينك تتعود من هنا حد يوم التلاتة اللي جاي انت ممكن تقلي كل يوم نص ساعة تقلب في الشارت القديم واتطلع نماذج بس انا مش طلبة اكتر من كده تمام في حد عنده اسئلة تانية حد عنده استفسار قبل ما ننهي المحاضرة النهاردة لا عفو يا استاذ حمد يعني استاذ حمد بجد اتمنى ان انا لقدر تقفيد كل نهاردة شكرا جدا والله لو احد عنده استفسار او سؤال كلنا نستفاد منه احسن طيب كده احنا وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة اتكلمنا فيها باختصار زي ما نقول كده نفذة سريعة اتكلمنا عن الانماط السعرية الانعكاسية زي نموذج الرأس والكتفين الرأس والكتفين المقلوب القمة المزدرجة قاع المزدرجة القمة السلسية وقاع السلسي الوتد الصوعد واخيرا الوتد الهوبط خدنا امثلة على النمازج بشكل عملي حتى اللي حصل في الفترة الاخيرة طلعنا نمازج مع بعض على في النهاية بشكركم على حسن استماعكم ان شاء الله اشوفكم اشتركوا في القناة